إذن بالرغم من هذه الأجواء التي تحدثنا عنها وما تحدثت عنها أصلاً استفاني وليامز حول ما آلت إليه اجتماعات ليبيا أو الحوار الليبي في جمارت إذن رغم هذه الإيجابية التي لفت بدايات الملتقى السياسي الليبي في تونس إلا أن خواتمه جاءت مخيبة للأمال حيث فشل المجتمعون في الواقع في التوصل إلى صيغة توافقية حول آليات تولي المناصب التنفيذية وأسماء المرشحين لها المقصود بذلك الخلاف حول اقتسام المناصب القيادية في كل من المجلس الرئاسي المغدل والحكومة الموحدة أيضاً كما كان الرفض قاطعاً للمشروع المقترح باستبعاد كل من تولى منصباً في البلاد من الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين فقد صوت 45 عضواً بلا مقابل 29 صوتاً مؤيداً فيما امتنع أحدهم عن التصويت هذا وقد فشلت الجلسة الختامية أيضاً في الخروج بتوافق على ثلاثة مقترحات بشأن اختصاصات السلطة التنفيذية الموحدة من جهتها أقرت المبعوثة الأممية ستفني وليامز بالفشل بالخروج باتفاق نهائي إلا أنها رفضت السلبية التامة حول الملتقى مؤكدة وجود خارطة واضحة لإجراء الانتخابات كما كشفت أيضاً عن تواصل المشاورات من خلال اجتماعاً افتراضياً عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آلية اختيار شاغلين مناصب وإنهاء القضايا الخلافية هذا وقد أوضحت وليامز أنه من بين إنجازات الملتقى الاتفاق على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث كذلك الشباب تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مصادر ليبية متطابقة ربطت فشل الجلسة الختامية بتجاوزات من بعض الأعضاء لافتة إلى محاولاتهم شراء أصوات بإغراءات مالية لنيل منصب رئيس الحكومة الحديث عن أموال ضخمة ما دفع أعضاء كثراً للاحتجاج على توجيه المال السياسي لقرارات الحوار والمطالبة بوقف الجلسة وتأجيلها